وخيرا فعل كابتن حسين لبيب برسالة جميلة، أنيقة، شيك لجمهور نادي الزمالك من زمان ما شفناش التأدير ده لجمهور نادي الزمالك أكتر واحد أو أكتر ناس في المنظومة دي بتتعب وبتشقى هو جمهور الزمالك أكتر ناس ما بتاخدش المقابل غير بس مستنيين فرحة من ناديهم نادي الزمالك بص الكلام الحلو بقولك رسالة شيك، شيك يعني ده الوصف اللي يتقال عليها يعني من الكابتن حسين لبيب لجمهور نادي الزمالك الزمالك أولا خالص التهنئة لجمهور وأعضاء النادي العظيمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس الكنفيدرالية الأفريقية كل الشكر والعرفان لجمهورنا العظيمة التي لمسين لها في العالم وننحني احتراما وتقديرا لهذه الجمهور الغفيرة والمخلصة التي سطرت بأحرف من نور ملحمة حب وصدق لنادي الزمالك وكان لدعمهم اللا محدود للفريق أبلغ الأثر في تجاوز العقبات والصعاب وصولا لتحقيق البطولات الغالية وإليهم بتوفيق من الله يرجع الفضل الأول ونؤكد لهم أن تمثلكم شرفا نفخر به ودعمكم سيبقى دوما دينا في أعناقنا يدفعنا لبذل كل الجهد لإساعدكم كما يتقدم المجلس بالتهنئة لأبطال المشهد صناع النصر من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري ويتوجه إليهم بكل الشكر على ما قدموه من الجهد والعرك والعمل الجاد وندعو الجميع إلى التكاتف لرفع شأن النادي وحصد مزيد من البطولات ونصنع معا مستقبلا أفضل يضيق بالنادي وجماهيره عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر يا سلام يا سلام أحب أنا المسؤول لما يحط جماهيره أول حاجة لاتكلم عن نفسه ولا تكلم على إنجازاته أقولك حاجة بصراحة البيانات اللي من النوعية دي اللي بعد البطولات الكبيرة كنت تلاقي مثلا إيه مسؤول يطلع يقولك إيه بعد ما عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة وستة وعشرة قدر نادي الزمالك يكسب بطولة لا ولا تكلم عن نفسه ولا تكلم على مجلس إدارته الناس بقى اللي شئيت بجد دي بقى الناس لو تفتكروا من أيام الانتخابات كنت بقول حتى قبل ما الكابتان حسين لبيب يكسب الانتخابات هو قائمته كنت بقول كده كده اللي هيكسب ده داخل مهمة انتحارية صعوبات وأزمات وحاجات كنا نتصورها أو نتصور إن حلها مستحيل الناس دي في فترة قليلة جدا عرفوا يتخطوا كثير من الأزمات اللي هي مستحيلة ادروا كان طبيعي جدا بالمناسبة لو عمل كده ما كناش هنستغرب برضو لو قالك والله احنا عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة واحنا عدنا الزمالك لبر الأمان بعد ما حلنا كذا وكذا 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 علشان كده في الآخر الزمالك قدر يكسب الكونفدرلية بفضل جماهيرنا وجهاز فني والعابين بس يكتبهم كده في سطر في الآخر راجل ما عملش كده بصراحة يعني عشان كده هي رسالة محترمة رسالة شيك يشكر عليها هو ومجلس إدارة نادي الزمالك